السلام عليكم. حبا يا ابن اخباركم يا رب تكونوا بخير. فيديو قديم من تاني ومعكم اخوكم زياد الحسين. واخيرا رجعنا تاني بعد انقطاع لحلقة التالتة من كرس المصلحات الطبية. حلقة النهاردة مهمة جدا جدا جدا. ودي اول محاضرة ان شاء الله هتاخدها في الكليا بتاعتك. فركز جدا معي عشان ابسطها لك. وتكون فاهم وانت في الكليا. بكرر من تاني. حلقة النهاردة غاية في الاهمية. ولو انت لسه ما تفرجتش على اول حلقتين. لازم تشوفهم لانهم مهمين جدا بره. لكن سبب لانقطاع عن كرس المصلحات الطبية ان الحلقات للاسف مش بيكون عليها اي تفاعل خالص. انا بصور الفيديو تقريبا حوالي ستة او سبع ساعات بالمنتج بالتصوير بكل حاجة. فانا بتعف فيه جدا جدا جدا. بس للاسف مش بلاقي اي دعم خالص. فاتمنى منكم ان كنتوا دعموني. لانا عايز اقدم لكم كونتنت او حاجة فتكو بجلب. فياريت جدا. لو انت بتستفعل من الفيديو دي ما تبخلش علي بلايك الفيديو ده واشتراك في القناة وفعل زر الجرس او بشكل عام كده ادعمي وان شاء الله انا عنايا لي. وطبعا زي ما قلت في اول حلقة من الكورس ان كلنا ككلية طبية بنا حاجات كتير مشتركة. ودي اول حاجة مشتركة مع بعض المحاضرة اساسية لكل طلاب القطاع الطبي في مصر. لو انت فهمتها يبقى ان شاء الله قدام انت هتفهم الطب بشكل العام. لو ما فهمتهاش ما عرفش ايه اللي هيحصل. لان دي اساس اللي جاي كله. لازم تكون الفاهمة بنسبة مية في المية. اعتقد ان او اه تقدي ايه الحلقة دي هتكون مهمة جدا. فركز جدا كده معي عشان تذاكرها ان شاء الله بعد ما نخلص. هسمي لها كده معي ونشوف مع بعض علم التشريح. اول حاجة هتكلم عنها هي الاناتومي. ودي اول مادة مشتركة بيننا كطلاب قطاع طبي. اناتومي معناها علم التشريح. دي شبه حياة سنوية عامة شوية بس على كبير زائد في حاجات جديدة هتتعلمها ان شاء الله في المادة دي. هتدرس فيها كل ما يتعلق بتركيب جسم الانسان. يعني هناخد جسم الانسان جزء جزء ونشرحه ونشرحه. دي اسمها الاناتومي او علم التشريح. انا مش عايز حد يلق خالص المادة لذيذة جدا وحلوة بس عايز حد يذكرها باستمراره من الاول. ما ينفعش تتراكم بالذات اول محاضرة دي اهم محاضرة في حياتك في الطب اصلا. زي ما عرفنا مع بعض معنا كلمة اناتومي علم التشريح. يلا بينا نشوف اول معلومة. هي الوضع التشريح الجسم الانسان. معناه وضع تشريح الجسم الانسان. ده عبارة عن وضع ثابت ولازم تكون عارفه. بيكون الجسم في شكل معين كده هنتكلم فيه ان شاء الله مع بعض دلوقتي. يلا بينا نشوف الوضع التشريح الجسم الانسان بيكون عامل ازاي? اول حاجة تاني حاجة تلات حاجة. رابع حاجة. خمس حاجة. بصراحة انا مش فهم حاجة كتاب انجليش وضيح لي اكتر انا هوضح لك. اول حاجة قلناها معناه الجسم بيكون منتصب او مشدود او مش مرتخي شوية. يبقى الجسم بيكون مشدود بالشكل اللي قدامنا ده. تانية حاجة قلتها يعني بيكونوا على الصيد او على الجنبين بالشكل اللي قدامنا. قلت كمان بيكونوا او راحت اليد بتكون بالمنظر ده لقدام. قلت كمان الهيد والنك بيكونوا او الدماغ والرقب بيبصوا لقدام بالمنظر ده. اخر حاجة قلتها بيكونوا او الاقدام. واصابة الاقدام بيكونوا او لقدام. هلأ اعتبر نفسي ما قلتش اي حاجة واشرحها من تاني. الان تومك الوضع التشريحي. البادي بيكون منتصب او بيكون مشدود. جسم بيكون مشدود ما ينفعش يكونوا بعادة عن بعض. يكونوا بيكونوا على جنب الجسم كده. البادي بيكونوا مفروضين بالشكل ده. باختصار كده مكتوب قدامنا. دي المرجع بتاعنا. دي المرجع بتاعنا. الان تمكن بالمنظر ده. ما فيش ليه اي منظر تاني. لازم تكون حافظ الحاجات اللي فيه. شكل الجسم بيكون عامل ازاي? زي ما تكلمنا مع بعض. اعتقد كده عرفنا يعني ايه وضع تشريح الجسم الانسان. فيه صورة تالتة واخيرة معنا هي بتوضح وضع تشريح الجسم الانسان. زي ما عرفنا. لو شفت اي حاجة غير اللي احنا قلناها. اعرف ان دي مش الاناتومك. لازم تكون بالنظر ده. يكون ويكون نفس الحاجات اللي قلنا احفظهم صم. عشان تكون عارف ان ده وضع التشريحي. لجسم الانسان. بص يا ده كترة. هتكلم مع بعض كده وندوس شوية في الطب. ازاي اقدر مسلا اوصف عضو في جسم الانسان. او لو فيه تشخيص هتكلم عنه ازاي? او هتكلم مع عزمين ازاي? اعلاقة مسلا الكبت بالكلة. طب القلب طب ده ولا ده تحت. ده هيخلنا نقطة مهمة جدا اسمها بص يا دكتور كده انت ان شاء الله هتكون حافظ الصورة دي صم زي اسمك وكل حاجة فيها. الموضوع صعب? لا مش صعبة. بس في البداية عايز منك شوية مجهود. وان شاء الله كل حاجة هتكون سهلة. انت ممكن تكون شايف حاجات كده هتلخبط وكده بس ان شاء الله ما تلاقش من اي حاجة. باختصار كده الصورة دي قدام دي عبارة عن الاتجاهات في التشريح. هناخد بنا ان شاء الله في حالة النهاردة تلات حاجات بس عشان الموضوع ما يكونش عليك. ناخد اول حاجة سوبيريور عكسية انفيريور. تاني حاجة انتيريور عكسية بوستيريور. تالية حاجة عكسها ديستل. ان شاء الله هتكلم عن تات حاجات دول في الحلقة بتاعتنا النهاردة. اول حاجة هتكلم عنها هي عكسها بوستيريور. بصراحة انت تقول تلاصم مش فهم منك حاجة. ولكن الموضوع بكل بساطة. معناها امامي او منظر كده من قدام او حاجة امامية. يعني امامي. معناها خلفي او ظهري او منظر كده عكس القدام. يبقى فيها اي يبقى امامي. لكن فيها بيه يبقى ظهري او تمام? نعمل بيه مختلفة بس نحاول نقربها مع بعض كده. انتيريور امامي وبستيريور يعني خالفي. بصلك الموضوع كده بالصورة اللي قدامنا كده ركز معها فيها. ركز معك كده كواس جدا في الصورة اللي قدامك. زي ما قلنا مع بعض معناها امامي يبقى قدامنا هيكل عظمي لعش شمال يعني هيكل عظمي بمنظر امامي او بفيو امامي. لكن عكسها باك او خلفي او ظهري يبقى جاي بالظهر زي ما احنا شايفين. يبقى شكل لامامي لكن يعني خلفي. يبقى لو اي حد واقف كده بيبص لك يبقى اسمه لكن لو حد اعطيك ظهر يبقى اسمه كده عرفنا الفارقة بين امامي لكن خلفي. انا اعتبر نفسي ما قلتش اي حاجة واشرح لك من تاني كده بطريقة بسيطة ولزيزة جدا. بمسال حلو. شفايفك قدام سنانك. لكن سنانك هي اللي ورا. وشفايفك قدام. طيب بنقولها ازاي بدغط الطب بتاعتنا? انا هقول لك. هنقول ازاي عارفين يعني امامي. يبقى شفايفك امامي او في جزء امامي. اه بالنسبة لاسنانك. يبقى ايه اللي قدام. القدام او الامامي هي اللي جات اول. يبقى كده عرفنا. ان هي او هي الامامي. لكن وراها بقول لك يا زياد ما توضح لي كده بعيد عن الطب شوية. هاتلي مسال اللي افهمه. حاضر هفهمك. انت ممكن تلبس نظارة شمس. تمام? انت بتلبسها على عينك. اللي بيكون اول عينك بتكون موجودة وانت بتحط عليها النظارة. ازاي نقولها بدغط الطب بقى. هقول ازاي? يبقى هي الجزء الامامي اللي في وش اللي انا شايفه. هي الوراء اللي في الخلف. يبقى الجزء الامامي هو النظارة والخلفي هي الايز. طيب زي ما احنا عارفين ان انتيريور معناها امامي يبقى عكسها بوستيرير. طيب المسالين دولتين نجيب عكسهم? يلا بينا. اول مسال قلناها ان اللبس هي اللي بتكون قدام. الشفاف بتكون قدام والاسنان بتكون ورا. ازاي نعكسها بقول الاسنان هي اللي ورا? يبقى هقول يبقى هي في هي في الجزء الخلفي. يبقى الشفاف هي اللي قدام والتيث هي اللي ورا. طيب النسال بتاع الايز والنظارة. هقولها ازاي? هقول. عينك هي 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 في الجزء الخلفي. اعتقد كده الامور وحية شوية بالنسبة الانتيريور وبستيريور. مجازا كده امامي معناها خلفي. شايفين الراجل الطيب اللي قدامنا ده? مكتوب على بطنه معناها الجزع. الجزع هو الوسط بتاع جسم الانسان. او البونات الاساسية في الجسم. اسمها او الجزع. انا ما تفهمتش حاجة يا طرق ايه معنى كلمة او ايه فاليتها اصلا في فيديو بتاعنا. كلمة يديه النقطة الاساسية في طيب يعني ايه معناها ايه? معناها او في اتجاه او في اتجاه الجزع. في اتجاه الجزع. عكسها طبعا معناها او بعيد عن الجزع او مش فاهم حاجة انا هبسطها لك بالصورة اللي قدامنا ركز معي فيها. شايف الصورة اللي قدامك دي? كل ما بتقرب من او من الجزع بستخدم كلمة اسمها لكن كل ما ببعد بستخدم كلمة كلمة اصلا جاية من كلمة او من مسافة او من بعيد. فاعرف كده من نفسك ان كلمة معناها بعيد عن او حاجة بعيدة عنها. عكسها او قريب من الترنك. برضو هبسطها. زي ما شرحنا الانتيري والبستيري والحمد الله فهمناها هنفهم ان شاء الله دي مع بعض. مكتوب هنا اول مثال كلمة يعني قريب من الترنك او من الجزع. العرف انت بتلبس الشراب فين? الجزء بيكون الطب بتاع الشراب. هو اقرب للترنك او للجزع من الفوت او من وش القدم بتاعك. هو اقرب للجزع من الفوت. مثال تاني اللي هي الركبة. الني ركبتك هي اقرب للجزع او اقرب لوسطك من الانكل بتاع قدمك. شيء طبيعي جدا. الركبة هي اقرب. طيب اخر مثال الهب. الهب اللي هو منطقة الحوض. قريبة للجزع. اقرب من الركبة للجزع. بكده عرفني ان كلمة معناها او اقرب حاجة او للجزع. اول مثال مع بعض زي ما شفنا هو اقرب للجزع من الفوت والني او الركبة اقرب من الانكل والهب او اقرب للترنك من الني او الركبة. برضو هبسط هادك بس بعكسها. طيب اني از ديستل توزهب. اني از ديستل او بعيدة توزهب. يبقى طبيعي جدا الهب هو اقرب للترنك. يبقى كلمة ديستنس او ديستل معناها بعيد. اني دي ابعد من الهب. تمام? الانكل انكل القدم از ديستل توزهني. يبقى بطبيعي كده اني هي الاقرب من الانكل. اخر حاجة الفوت او وش القدم از ديستل توزه انكل. وش القدم ده اخر حاجة في جسمك اصلا. ده ديستل او ابعد للترنك من الانكل. اعتقد كده الامور وضحت شوية الفرق ما بين وديستل يعني بقرب لكن ديستل او ديستنس بعيد او ان انا ببعد. اخر حاجة معنا اسمها وانفيريور. تخلي بالك وفرق ما بين وانفيريور وانتيريور وبستيريور. قوعت لخبطهم. خليك عارف ان سو بيريور بيجي معها انفيريور. طيب. سو بيريور يعني ايه? سو بيريور معناها او او اقرب للهيد او الدماغ. سو بيريور اقرب للهيد او الدماغ. انفيريور معناها او بعيد عن الدماغ او عن الهيد. عشان نبسطها بشكل لازيز كده ونطيف. سو بيريور فيها اس يبقى ناحية السكال لكن فيها اف يبقى تو ورد الفلور او الارض او الفيت او الفوت او اي حاجة. يبقى سو بيريور او جمجمة او الدماغ لكن فيها اف قراب من الفيت بتاعتك او الفلور. هبسط لك الدنيا كده بمسال لطيف وجميل جدا. معناها قراب لسكال اس مع اس لكن كلمة قراب لفيت او للفلور. طيب مسال قدامنا هنا. العينين اقرب للدماغ من النوز. ده طبيعي جدا. العين هي اقرب للدماغ من الملاخير او من النوز. تمام. طيب. يعني اقرب للدماغ من الماوس. طبيعي جدا. هو اقرب للسكال او للدماغ من الماوس. نيجا عكسها هنا. قراب من الفيت او الفلور اول. المسال بيقول. يبقى الماوس ده اقرب للقدم للفيت مسلا من النوز. طبيعي جدا. الماوس اقرب لرجلك من النوز. طيب. النوز ده اقرب للفيت او للفلور من الايز. اعتقد كده عرفنا الفرق بين وانفيريور. لسه ما فهمتش? برضه بسطها لك بمسال تاني. اخر مثال معنا. ان القلب اقرب للدماغ من القلب طبعا زي ما احنا عارفين هو اقرب من الكبد للدماغ. طيب عكسها يبقى يعني اقرب للقدم للهارت. لان الهارت فوق. تمام? يبقى كده اعتقد الموضوع ثبت. الفرق بين وانفيريور. بس يا شباب وبكده نكون خلصنا الحلقة التالتة من كرس المساعدة الطبية. حلقة كانت دسمة ومهمة جدا جدا جدا. ونازم تتذاكر. عشان تعرف الفرقات. شغل الفيديو قدامك كده. واعرف الفرقات ما بينهم. وبصمجهم زي ما فهمتك. انفيريور فيها فيت. وشوف فيديو كده من تاني مع بعض. واراجع من تاني وتالت وعشر ومليون. لان الحلقة دي مهمة جدا جدا جدا. لو انت في متى كويس جدا ان شاء الله. انت بعد كده يكون متمايز في الطب. وهتفهم كل حاجة بازن الله. بس كده مش هطاول عليكم. يا رب انكم استفدتم الفيديو بتاعنا النهاردة. لو انتم بجد استفدتم ومحدشين سيعمل لايك الفيديو ده. واشتراك في القناة عشان نوصل لخمسين الف مشترك. فقروا بقت ومحدشين سيتمال على الاستجرام. عشان ننزل اسئلة عن حلالة ان شاء الله على الكورس ده. وحدشين سيكيل في الكومنتات تراي في الفيديوز لو حابين ننصور اي حاجة نصور ان شاء الله مع بعض. مش هطاول عليكم معكم حكم طبعا زيادة الحصرية. وشكرا.